دكتور شو هي أسباب الدوخة ونخفاض ضغط الدم؟ حابين تعرفوا الأسباب؟ ما لكم إلا تابعوا هذا الفيديو رح نحكي عن أشياء خمس أسباب للدوخة ونخفاض ضغط الدم اللي عم يعاني منها كتير من الناس وخصوصا النساء مرحبا فيكم من جديد إذا حابين تعرفوا كل المعلومات اللي بتخص مشكلة الدوخة ونخفاض ضغط الدم بنصحكم نتابعوا الفيديو للآخر لأنه بنهاية الفيديو رح نحكي عن نصائح وخمس حلول سحرية لتجنب انخفاض ضغط الدم خلينا نبلش بالأسباب السبب الأول هو انخفاض حجم الدم أي سبب يسبب أنه انخفاض حجم الدم ممكن يسبب الدوخة وانخفاض ضغط الدم مثل شو؟ أول شي مثلا فقر الدم الناتج عن نقص الفيتامين بي 12 أو نقص حمد الفوليك الفيتامين بي 9 أو نقص الحديد هذا كله ممكن يسبب فقر دم وانخفاض خضاب الدم وانخفاض بتعداد وحجم الكوريات الحمر هذا الشي سيسبب انخفاض بحجم الدم ومع الوقت سيسبب دوخة وانخفاض ضغط الدم ثاني نقطة هي النزيف يعني أي حدا عم يعاني من نزيف دموي حاد خصوصا لنساء في فترة العادة الشهرية يعانوا من نزف دموي شديد هذا الشي سيسبب انخفاض بحجم الدم وممكن يسبب دوخة وانخفاض ضغط الدم ثالث سبب هو الجفاف وسوء التغذية الناس يلي ما بتشرب مي منيح سوائل كتير رح يتسبب هذا الشي انخفاض ضغط الدم عندها ودوخة الثاني سبب هي المشاكل اللي على مستوى القلب إذا حدا عنده مشاكل بصمامات القلب يعني قصور شديد بأحد صمامات القلب أو حدا عنده فشل بالقلب يعني قصور بالقلب هالشي رح يضعف قدرة القلب على تلبية احتياجات الجسم فبيخف قدرة القلب على ضخ الدم لباقي انحاء الجسم هالشي رح تسبب بالنخفاض ضغط الدم رح يشعر المريض بالدوخة والتعب والإعياء على أقل مجهود ثالث سبب هي المشاكل اللي بتصير على مستوى الغداد. أهم الغدى الدرقية. خمول أو قصور الغدى الدرقية رح يسبب تباطئ بضربات القلب. رح يسبب انخفاض بدغط الدم. هالشي رح يسبب دوخة عند المريض. ثاني مشكلة ممكن مشاكل الغدى القذرية. الغدى الموجودة فوق الكلية. خمولة اللي هي قصور الغدى القذرية. ممكن يسبب نقص فراز بعض الهرمونات على رأس الأولدستيرون. هذا الهرمون ضروري لرفع وتنظيم مستوى ضغط الدم. ثالثا ممكن السكري. المرضى اللي عنده المشاكل في السكر كمان ممكن يسبب من خفاض ضغط الدم لأنه السكر بسبب زيادة اضرار السوائل في البول وهشي رح يسبب من خفاض ضغط الدم ودوخة. رابع نقطة. اي مريض بصير عنده قصة التهاب او انتان شديد بالجسم ممكن يسبب انخفاض ضغط الدم. كيف تصير هذا الشي؟ لنفرض حدا صار عنده التهاب بالرئة او انتان بالمجاري البولية او انتانات ميعوية. هالشي رح يسبب من القبل البكترية او الجراسيم اللي عم تصيب الجسم بتسبب افراز سموم بتأثر على الاوعية الدموية وبتسبب انخفاض بضغط الدم ولذلك ممكن نشوف دوخة واعياء وتعب عام. الاخر نقطة حابب احكي عنا هي بالنسبة للأدوية. المرضى اللي بيستخدموا أدوية لتخفض ضغط الدم. المرضى القلب اللي بيستخدموا مدرات للبول. هدولة ممكن يصير عندهم انخفاض بضغط الدم. كيف؟ على مدرات للبول بسبب ادرار لكمية كبيرة من السوائل بالبول رح تسبب انخفاض بضغط الدم رح يشعر المريض بالدوخة. المرضى اللي بيستخدموا الأدوية خافضة في الضغط اذا تم استخدام جرعات زايدة ممكن كمان يسبب هبوط بضغط الدم عندهم ويسبب لهم الدوخة. كمان حابب احكي عن نقطة كثير مهمة. في بعض الأدوية ممكن تعمل حساسية عند بعض المرضى مثل البنسيرين مثلا اللي هو مضاد التهاد. اذا كان لأول مرة عم يتاخد عند بعض المرضى ممكن يسبب لهم حساسية او حتى صدمة تحسوسية من اعراض هاي الصدمة ممكن يصير في انخفاض شديد بدغط الدم. بعض المرضى كمان ممكن يتعرضوا لدغط نحلة او لدغط حشرة ممكن يصير عندهم صدمة تقية ويسبب هذا الشيء انخفاض شديد بدغط الدم ويسبب لهم دوخة لذلك لازم تنتبهوا لهي الأمور كمان. يا دكتور خلينا ننتقل للحلول او ماذا يمكننا أن نفعل عندما يصير معنا هبوط بضغط الدم او دوخة ناتج عن هبوط بضغط الدم. سأعطيكم خمس حلول سحرية لكن هذه الحلول طبعا نتغنيكم عن زيارة الطبيب لحتى يتم تشخيص السبب ويتم معالجة المشكلة بشكل جزري. اول نقطة انا دائما احب اول شيء نعالج السبب اللي ادى للمشكلة. كما حكيت ببداية الفيديو ممكن بعض المرضى يكون عندهم في اردام ناتج عن نقص الفيتامين ب12 او الفيتامين ب9 او الحديد. يجب ان يتم تشخيك على هذه الفيتامينات واذا يوجد نقص بأحدها يجب ان يتم التعويض ومعالجة مشكلة فقر الدم. المرضى اللي عندهم جفاف وسوق تغذية لا يشربوا مية منيح وسواع الميح لازم تشربوا مية منيح وسواع الميح. باليوم على الاقل لترين ونص ثلاثة لتر يوميا. المرضى والنساء اللي عانوا من نزف شديد خلال فترة العادة الشهرية لازم يراجعوا طبيبات نسائية لحتى يتم ضبط الموضوع. ثانياً مثلاً المرضى اللي عندهم مشاكل بالقلب لازم يلتزموا بأدويتهم بشكل جيد لحتى ما يصير فيه اختلاطات او تأثيرات جانبية للأدوية تتبب لهم هبوط ضغط الدم. المرضى اللي يعانوا من الانتعنات شديدة لازم يتم المعالجة واعطاعهم المضادات الحيوية اللازمة. المرضى اللي عم يعانوا من حساسية مفرطة للأدوية لازم ينتبهوا شو هي الأدوية اللي ممكن تعمل له نتحسوس كمان هذا الشي كتير مهم. النقطة الثانية لازم نتناول الملح بشكل معتدل ومضبوط لانه الملح بيحوي على الصوديوم. الصوديوم ضروري جداً لتوازن السواعل والشوارد تنظيم ضغط الدم. النقطة الثالثة لازم نشيك كمان على السكر يتم ضبط السكر ضمن حدود الطبيعية لانه متل ما حكيت ارتفاع سكر الدم الزايد ممكن يسبب زيادة الادرار والشي ممكن يسبب هبوط وانخفاض بضغط الدم. النقطة الاخيرة لما يصير حدا معه بشكل فجائي يعني انخفاض ضغط الدم ودوخة ويحس حاله رح يفقد الوعي ممكن انسطحه ونرفع الرجلين لفوق مستوى القلب لمدة خمس دعائع ممكن يصير فيه تعبير لضغط الدم. اذا تم الانتزام بكل هاي التوصيات وظليتوا عم تعانوا من مشكلة انخفاض ضغط الدم والدوخة بهي الحاله متل ما قلتلكم لا غنى عن انه تعملوا زيارة للطبيب لحتى يتم تشخيص شو السبب في بعض الادوية ممكن استخدمها لحتى تعدل ضغط الدم او ترفع ضغط الدم لكن تحت اشراف الطبيب اذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تعملوا اشتراك تفعيل زر الجرس ولا تنسوا تشاركوا الفيديو مع اصدقائكم لحتى يستفيدوا كمان من هاي المعلومات دمتم بخير الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة